اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاحتفاظ بكل شي بيحمل ذكرة من الهدايا اللي جايتنا من اوروبا للبوسترات اللي منشتريها من تحت الجسر للدفاتر المذكرات اكتبوا لكي بالمقلوب لتدوم المحبة في القلوب حلو مين هذا اللي بدو اكتبلك بالمقلوب بالله منك مشيه هلأ بعد التسجيل بخبرك ماشي ما علينا المهم ومثلنا مثل كل عائلة سورية كانت صناطيق الذكريات عنا كتيرة وكبيرة كانت تنتقل معنا من بيت لبيت ألبومات صور بطاقات رسماتي انا واخواتي ورسائل بريدية من قريبينة يلي ساكنين برا نفس الشي ببيت اهلي في عنا سقيفتين كبار نحط فيهم كل دفاتر الليلي والنهاري تبعي وتبع اخي طبعا ودفاتر الرسم والكاسيتات اللي كنا نسجل عليها صوتنا وكل تفاصيل حياتنا الصغيرة هلأ اكيد ما رح نحكي عن سقيفة بيت اهلك عزة ولا عن الذكريات المخباية تحت كنبيات بيت اهلي بس اليوم مع تغريبات السوريين وتهجيرهم للأسف راحت كل هالذكريات ولكن بيوم الأيام ممكن ترجع تنبيش هالذكريات وتحكي كتير حكايات وهذا بيوصلنا لحلقتنا لليوم من كانفس عن الزاكرة والذكريات واسمحوا لي مستمعيننا ارجع احكي شوي عن الصور وكيف كنا نجمع ذكرياتنا اول شي منكون كتير مرتبين ومنحط كل شي بترتيب معين وكل شي لحال بس مع الوقت تتحول للذكريات لتنحط بكيس نايلون او بسنادي المحتوى العربي على الانترنت بيعتبر من الأضعف عالميا ودائما عبر التاريخ كنا بحاجة لناس تجي وترجع ترتب هالمحتوى فبعد سنة 2011 طلعت تجربة كتير مهمة بهالمجال وهي التجربة يلي رح نحكي عنا اليوم بس مهلا بعض الغنية فخليكم معنا لما كل شي بيغرق وكلهم بيفلوا ما رح بيضلوا إلا اللي شافوا الضيق لما بيجي الطوفان لما بتيجي الحقيقة لما بيطلع نور الشمس فوق بيوتنا الغريقة رح يحكوا إنه نوح عنده سفينة كبيرة حامل كل الدنيا اتنين اتنين تتنجى كل الدير بشوفك بكرة عسفينة نوح تعرفي شو عزة يمكن فرقة كلنا سوا كانت من أنجح الفرقة الموسيقية الشبابية بسوريا رغم إنه في شوية تشاؤم بس بالآخر في شوية تفاقل شوفك بكرة عسفينة نوح حلو لوين رايح السفينة دخليك يونان ولا إيطاليا يا عضو شو غاليس لقبع ريس رح نكافح حلقتنا ومتل ما حكينا بالبداية إنه اليوم ما رح نحكي عن الزكريات بس رح نحكي عن كيف منتعامل مع هالزكريات من خمسة سنين لليوم أنتج الشعب السوري ولساته عم ينتج كمية كتير كبيرة من الإبداعات الفنية والفكرية والثقافية للأدب لمختلف أنواع الفنون وكان للحرب دور كبير بأنه يكبر الوجع وتكثر الطرق تعبير عنه فمع الأزمات والحروب ومع الموت والخراب والجوع الطريقة الأهم للتسكير بهذا الوجع هو من خلال الثقافة والفن وخوفاً عهر زكريات من النضية صار في محاولات بأكتر من موقع لأرشفة أحداث الثورة وأرشفة الإنتاج الفني الإبداعي للثورة بس الفكرة الأنضج والأهم كانت بموقع الذاكرة الإبداعية للثورة السورية هالموقع يلي بيضم اليوم أكتر من 5000 مادة وعمل عم يحاول يأرشف هي الأعمال الإبداعية اللي تم إنتاجها بالثورة من بدايتها لهاللحظة وما بيحكي عن جانب معين من الإبداع وإنما مصلط الضوء على كل مجالات الإبداع والفن بالثورة بالإضافة إنه في قسم عن نقد إبداع الثورة والشيء المثير للانتباه بهالموقع هو المنهجية يلي بيتبعها بالأرشفة فممكن تشوفوا الموضع بالتاريخ حسب السنة أو الشهر أو حسب عدد من التصنيفات المربوطة بوسوم أو هاشتاغات يعني واضحة بطرف الموقع وهالموقع بتوجه بعدد كبير من المقالات باللغتين الإنجليزية والفرنسية يعني بيقدر يوصل لشريحة أكبر وجمهور أوسع بالإضافة إنه الموقع مو بس مأرشف الفن والإبداعي اللي طلع من الحرات وإنما مأرشف الحرات بحد ذاته فمثلاً بقسم المظاهرات منلاقي أهم المظاهرات اللي طلعت بالثورة موسقة بتاريخها بإسمها وبالمكان اللي طلعت فيه من اعتصام الساعة بحمص لمظاهرات حمال كبيرة لتشيع المزة تحت التلج وغيرهم وبمجال المسرح منلاقي مقطع فيديو صغير أو برومو لأغلب العروض المسرحية يلا انعرضت من سنة 2011 لهلأ أو العروض اللي إلى علاقة بالثورة مثل مسرحيات نوار بلبل، أخوين ملاص، جلال طويل مقاطع مجموعة مصاصة تمت المسرحية وغيرهم من الأعمال والشي الحلو وإيماناً من الموقع بالحرية فهو يبتيح للكل أنه يدخلوا فعالياتهم الفنية والثقافية طبعاً المرتبطة بالثورة السورية من خلال خيار أدخل فعالية وبالتالي ما بيضيع شيء ويمكن إذا بدنا نحكي عن كل تفاصيل الموقع رح نحتاج لأكتر من حلقة فرح نتعرف أكتر عن هالموقع من خلال هاللقاء مع مؤسسة الموقع ورئيس التحرير سنة يازشي بس من بعد ما نسمع هالقطع الموسيقية للعازف السوري كناع العظمي يلي بعنوان جراح ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قررت أعمل هذا المشروع لما تركت سوريا أنا تركت سوريا بحزيران 2012 ووجيت ترجمة نانسي قنقر 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 طب سنة برأيك يعني عبر متابعاتك وجمعك لكل لكل شي برأيك شو التغييرات لي صارت بالفن والأدب السوري من خمس سنين الهلأ هلأ شوفي كثير صعب علي يعني عبدل حال ما لسا ما عطيت حالي هذا الدور إذا بدك إنه أنا أقول شو رأيي بعد خمس سنين أنا فيني أقول خلال هالخمس سنين يعني شو اللي فرق بالثورة وما قبل الثورة بكل هالمجالات بالتعبير بالتعبير للإنسان السوري يعني إنسان السوري ما كان يتكلم صار يتكلم صار يتكلم بالكميات وبأعداد وبأشكال ما إلا حصر يعني كل هالأصناف الموجودة على الموقع اليوم هي 22 صنف أكيد فينا نزيد عليها بس بده يكون عندنا المؤهلات الكفاية لنقدر ننطقي ونصنف إلى آخره يعني هو عملية التحرير عملية يعني بده مهنية بده دراسة وبده كتير دقة فاللي بقوله أنا أنه طبعا التغيير كان هائل كان بالنوع أو الكمية يعني نوع المادة كمية المادة وكمية الناس اللي بيعملوها المادة اليوم الإنسان العادي سوري صار بيعبر عن أي شيء بيخترع ممكن يبدع بطريقة ما معينة طب شو المعيار اللي عم تتنزل فيها المواد بالموقع وكيف بيتم جمعها؟ تمام هلأ طبعا اللي بيشترع الموقع الزاكرة يعني في فريق عمل عبارة عن باحثين وناشرين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية إذا بدك الانتقاء هذا السؤال كمان السؤال الصعب واللي دائما هو هاجس الحقيقة لكن من أول منطق الموقع لليوم رح لخص لك شو فكرة الانتقاء الفكرة العامة وبعدين التفصيلية الفكرة العامة الموقع يعني نسمي حاله داكرة الإبداعية للثورة السورية يعني هو بيغضي جزء التعبير السلمي بيغض النظر عن موقفنا الشخصي من التسليح أو عدمه يعني ما نبيه الوارد أكيد نحن هلأ بالنقاش لكن نحن عم نقول أنه التعبير السلمي الإيجابي حتى عن الثورة السورية لأنه إذا بدك الإبداع كإبداع في يكون سلبي في يكون إيجابي هون نحن هيك ما نبلش ندور التعبير الإيجابي عن الثورة السورية هذا الإثارة العام إذن عندك أنت حدث الأساس هو الثورة بقلب هالثورة منه أول ما بلشت لليوم عندك تفصيلات صغيرة عندك مدن عندك تجمعات عندك أحداث يعني مجازر براميل لجوء إلى آخره كل هالأحداث الصغيرة كيف عبرها عنا السوريين كلهم في عندك فائزة الحدث الكبير والأحداث الصغيرة اللي متفرعة من هالحداث الكبير هيك بيتم عملية الانتقاء طب هلأ هو مثل ما عم تقولي الموقع عم يوسق الأعمال الإبداعية اللي أكتر متجها للسلمية بس عم يوسقها بشكل عام بس برأيك مين رح يفرز الصالح من الطالح مثل ما بيقولوا من هاي الأعمال تتركي الرأي للجمهور أو تختاري بطريقة معينة ما في شك أنه الزوء الشخصي بيدخل بالدور بس بغض النظر عن الزائقة الشخصية يعني إذا في عندي نين ديزاين ليش بنقي هاد ما بنقي هاد إذا كانوا بيحكوا عن نفس الحدث ممكن أنا نقي واحد أنت تنقي واحد تاني هذا مش مهم إذا بدك بالنسبة لنا هلأ لأنه نحن عم نقول مهم أنا مين إجا اليوم عبر عن لنفترض مجزرة الحولي وأنا باخد أكبر كمية ممكنة من الناس والمبادرات وأشكال التعبير اللي عبرت عن هالحادثة وبجمع هالمادة هلأ هون أنا بتوقف مهمتي أنا ما بدخل ما بعطي قيمة للعمل ما بقول هذا فن أو غير فن علما أنه جزء من الأعمال هي يعني أبدعها فنانين سوريين معروفين أو محترفين أو بعرفوا عن نفسهم كفنانين أما نحن بالموقع بناخد شغلهم وبناخد شغل الآخرين يعني الناس اللي ما بيقولوا عن حالهم فنانين نحن بنحط لهم شغلهم هذا الشيء واحد بيحكم عليه الجمهور الثاني بيحكم عليه النقاط فلأ نحن اليوم عنا بالموقع صنف اسمه نقد الإبداع بقلب هذا الصنف نجمع فيه مقالات تنقض هالإبداع السوري خلال هالزمان الطويل طيب سؤال اللي دايما من لما فتت على موقعك وعم بتصفحه دايما بيختر لي هذا السؤال بعد ما تنتهي السورة شو الدور اللي رح يلعبوا هذا الموقع الشيء اللي تعلمته بشغلي ومتبادل خبرات مع الآخرين مع مختصين لا يمكن تنتقلي لمرحلة أخرى جديدة لو أنت نسياني كل شيء صار معي يعني بناء المستقبل بيستوجب ذاكرة وذاكرة فعالة هلأ بعدين بتنسي أو ما بتنسي هاي بقى عملية طويلة وكل إنسان بيقرر فيها بس أنا إذا بدي أتذكر شو بتذكر؟ إذا ما عندي شيء أتذكره حتى إذا بدي أنسى شو بدي أنسى؟ إذا ما عندي شيء موجود قدامي لأقول آه أوكي أنا بدي أنسى هذا قدامي وبدي أنسى إذن بكل الأحوال سواء النسيان أو التذكر بده ينبنى على ذاكرة فهون أنا بشوف دور لأنه بالمستقبل بمستقبل سوريا طب منكمل آخر سؤال بس عندي يا كمانك مهم نسمع بين فترة والتانية عن فعاليات ثقافية حفلات متنوعة متقوم فيها الجهات ثقافية مرتبطة بالنظام أو تقريباً ربماً فينا نقول ممولة منطرف النظام بعيداً عن الموقف السياسي سنة ما في شيء برأيك ممكن يتأرشف من هذا النتاج؟ هو السؤال يعني أكيد دقيق وبينسأل بينسأل يعني بيسأله الواحد لنفسه حتى يعني بهذا الظرف اللي هو صار فيه شرخ نحن فيه بمجتمعنا شرخ اجتماعي كتير كبير وهذا الشرخ الاجتماعي سببه متصلوت السياسي ما يعني ما نزل ما في شيء نزل من السماء في واقع وبدنا نشوف الواقع ونشوف شو نحن قادرين نعمل اليوم بهالخمس سنين ما في ذاكرة واحدة لكل السوريين أكيد لا وبالنهاية أنا هذا رأي شخصي طبعاً ما في شيء اسمه سوريا واحدة لكل الناس يعني شافين على الواقع أنه سوريا اللي أنا بديها اللي هي حرة وديمقراطية ولكل السوريين مو هو اللي بديها الإنسان اللي موالي للنظام الإنسان اللي موالي للنظام أكيد ما بده سوريا حرة سوريا عدالي سوريا خالي من الفساد إلى آخر سوريا لكل السوريين فهذا الشرخ موجود أنا اليوم أوكي ما بدي أحكم على الآخرين بس هذا الشغل أولاً هو أكيد فعل سياسي لما بقول أنا ذاكرت الثورة فهو أكيد فعل سياسي فأكيد فعل مرتبط موقف سياسي ما ممكن برأيي ينفسه عن بعضهم فبالنتيجة أي هذا الموقع بأرشف بوسق الأعمال فقط اللي العلاقة بالثورة السورية ضد الاستبتاد النظام القائم أو الاستبداد الديني يعني الناس عبرت عن كل أشكال الاستبداد مثل ما نحن كلنا سوريين بنعرف الشي بس بعض وقت يعني العالم ما بيعرفوه ونحن يمكن بعض وقت بننسى بدي أشكرك كتير سنة على وجودك معنا اليوم ببرنامجنا كانفس على هوا راديو سوريالي ومنرجع منلتقى إن شاء الله بوقتها بيكون خالص كل شي ورجعنا كلياتنا على سوريا إن شاء الله شكراً إليك عزاو شكراً لراديو سوريالي وإبقى إليلي وتطلع الحلقة أكيد أوكي عزا سهلاً سهلاً شكراً سلام يا هلاً إلى اللقاء إننا نعب بالزنزانات وبننا مل المعتقلات وبننا نفضل روسيا واتكر مال الأم الأسدية إننا نعب بالزنزانات زنزانات زنزانات أحمل جنودك يا بشار على صباطك نحن أخبار لعيونك منهد الدار أنت الديمقراطية مطرح ما تمشي وبالدوس إحنا منذر جعلك من موس إحنا في عصلك كلمة سوس مثل وحوش البرية بلنا نعب بالزنزانات وبننا مل المعتقلات وبننا مفضل روسيا واتكر مال الأم الأسدية إحنا سوداك وتهتم بلنا نعب بالزنزانات بلنا نعب بالشغل أبداً مو بالكم لحنا عدنا النوعية بالحرية بالبطيخ وأمع جهيم بالمريخ ما عدنا هندوس وسيخ ولا عدنا زرد اشتياج بما أنه موضوع حلقتنا لليوم إلو علاقة بالذكريات فحبينا نتذكر معكم هالغنية لفرقة أبطال موسكو الأقوياء يلي فكروها جماعة النظام أول ما نزلت إنه هالغنية مؤيدة وصاروا يحطوها بسياراتهم الكياريو المفيمة هلأ بس بعد ما اكتشفوا الحقيقة بتخيل مثل اللي صار فيهم مثل اللي أكل ستين كف غدر تماماً همام وبتخيل كمان إنه صار وقت قصصنا وخبرياتنا لليوم مضبوط تفضل يا ستين ذكريات نساء هو اسم معرض للفنانة السورية بيسان الشريف بيوسق قصص وذكريات بعض النساء السوريات والفلسطينيات السوريات أو النساء المغيبات بالعالم العربي وبأوروبا بشكل عام من خلال صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تم افتتاح المعرض بباريس إدعش الشهر ومستمر لغاية 28 شباط أعلنت الممثل القديرة يارا صبري إن بدقة التحضير لعمل مسرحي جديد بعنوان تحت السماء من تأليف فاديا دلة واخراج ماهر صليب وهو عمل بيحكي عن أم سورية فأدت ولادها أثناء الحرب الشاعرة والزميلة أماني عبدو معدة ومقدمة ببرنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي رح تحيي أم سيا شعرية ضمن فعالية فينا الخير 22 الشهر الجاري ساعة 5 المساء بمجمع النقابات المهنية بإربد بالأردن نتمنى لكل التوفيق أماني حلم عرض مسرحي من تأليف وإخراج ساري مصطفى وتمثيل عمر جباعي وكمان ساري مصطفى رح ينعرض من 24 لحتى 28 شباط بمسرح بابل بالحمرة ببيروت لمح الفنان جورج والسوف بمقابلة تلفزيونية معه إنه كان بصدد إلغاء حفلته بمناسبة عيد الحب والسبب بيرجع لوفاة والدة بشار الأسد ولكنه تراجع عن هالقرار المصيري من بعد صدور التوجيهات من القيادة الحكيمة بالغناء بهالمناسبة المجيدة وبآخر حلقتنا اليوم مستمعينا بدنا نقول أنه كمان راديو سوريالي اشتغل خلال السنين الماضية من بدء تأسيسه على محاولات متفرقة لترتيب هالذكريات والاحتفاظ فيها ولكن بطريقة مسموعة فمعظم البرامج كان عنده هم ومحاولة للأرشفة مثل حكواتي سوريالي الشهير وبرنامج فتوج وبرنامج أيام اللولو أما برنامج بلد تذكرة سفر فهو وسيء للتاريخ وتجارب السوريين يلي عبي مروا فيها اليوم من هجرة لللجوء وصولنا للحياة الجديدة يلي عبي بلشو فيها ولهون منكون وصلنا لآخر حلقتنا لليوم نتمنى أنه نكون طرحنا أسئلة جديدة وأدنى منها شي جديد ومنتمنى كمان أنه تسمعونا كمان بحلقة جديدة من برنامج كانفاس أكيد عهوا سوريالي مثل هلوات لأسبوع الجاي هذا البرنامج من إنتاج راديوه موديا سوريالي 2016